يا أخ يوسف هذه التغييرات التي حدثت على هذه المؤسسات الثلاثة الأمنية فهي ليست بتغييرات البسيطة والعشوائية فمن الأسباب التي دعت إلى هذه التغييرات أقول بكل صراحة من هناك من الأسباب ما تنولته الصحف وما تنوهه الإعلام هو ذلك الاختراق الأمني الخطير الذي حاولت جماعة أو سيارة اختراق إقامة الرئاسة بزيرالدة فهذا أمر خطير إذا لحظنا أن العمليات الإرهابية تصل إلى إقامة الرئاسة بزيرالدة فالأمر خطير جدا فهذه التغييرات على هذه المؤسسات ونحن نعلم أن رئيس الأمن الداخلي هو الرجل الثاني في المخابرات وهو من مقربين من مجموعة الرئاسة وهو صهر الوزير الأول فالقضية فيها نوع من الخطورة ونحن نعلم أن هناك الآن تبين بأن هناك صراع بين قطبين في السلطة قطب يريد أن نقل السلطة بسلاسة لخليفة بوتفليقة بدون أقل أضرار وهناك من يريد أن يبقي الوضع لما هو فظاهر أن الجماعة التي تريد أن تغير المشهد السياسي فهي صاحبة القرار الآن حسب الظاهر ترجمة نانسي قنقر